بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء أحلى مجلس ممكن تجلسه وانت قعد ما بين ايدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ساعات لما بحس ان احنا بنتكلم في اليوم اللي احنا بنتكلم فيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحس كده بحالة من حالات اللي كان بيحس بيها سيدنا أبو بكر لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ايه الحاجة اللي انت بتحبها أبو بكر فقال ان انفق مالي عليك يعني فكرة ان انا اهديك فتهديني فتحبني تهد وتحب ان انفق مالي عليك وان نطيل الجلوس بين يديك وان نديم النظر اليك بحس احنا في المجلس كده وكأن احنا قريبين من ده وعشان كده بنحب دايما نغرق في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانوار جوامع كلمه وخاصة ان الحديث اللي عن التكلم عنه النهاردة ده حديث عجيب حديث فيه اسرار كتيرة جدا جدا وانا الحديث ده بالذات بحس وانا بقرأه انه فيه انوار اسرار ومحتاجة اقراء مرة واثنين وتلاتة وعشرة احنا نقرأ المرة دي بس ما عودكمش ان دي تكون اخر مرة نقرأ الحديث ده هنقرأه واحنا عايزين نتنور بانوار حضرة النبي والعجيب بقى ان الحديث ده من رواية عبقري من عباقرة الامة من رواية سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الحديث عن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه آه يبقى هنا في موقفه لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك يا سلام ده باين عليهم ايضا مهمة جدا وانا حسس كده انا بسمع الحديث وكايندي حاجة بتملح حياتي يعني حاجة دي موعزة تامة تشمل جوانب الحياة كلها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم زي بيقول سيدنا عبدالله بن عباس قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس ايوه اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك هذه موعزة جليلة تملأ كل جوانب الحياة لسه بنتكلم عن استقبال عام جديد من حياتنا وهنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي صورته البهية بكمال الطلعة الزكية فيدلنا على الحياة الهنية صلى الله عليه وسلم خمس حاجات وانا اقول لكم المرة دي انا اقرأ الحديث ازاي احنا عندنا خمس مجالات في الحياة احنا قبل كده اتكلمنا على ان احنا فيه تلات مقاصد خلقنا من اجلها في هذه الحياة العبادة والعمران والتسكية عشان ننزل المقاصد التلاتة دول على مجالات حياتنا محتاجين نبص للمقاصد الخمسة اللي ايه بقى المقاصد الخمسة وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه السنة دي المقاصد الخمسة هي ايه حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ العرض والكرامة وحفظ المال تخيالوا لما تأملت هذا الحديث الخمس مجالات دولة هي خمس مجالات بتشمل كل جوانب الحياة المجال الاولاني الحياة الصحة طيب والمجال التاني الثقافة والتعليم والمجال التالت القيم مجال الرابع المجتمع ونظرته للإنسان وازاي يحفظ عليها مجال الرابع الايه الاقتصاد ايه ده تحيط غريب قوي الصحة الثقافة والتعليم القيم المجتمع والعرض وفي الأخي خالص الاقتصاد طب طب ايه اللي حاصل ده لما نبص الحديث رسول الله سلم وبيكلمنا عن ده وكيانه بيقوله ارجع تاني ووعف حياتك تحس ان حياتك مفهاش فرصة انت حياتك واسعة كأن الرسول الله سلم شوفه بالتعبير اغتنم اغتنم يعني اول ما تسمع كلمة اغتنم عا تيجي مع قوله صلى الله عليه وسلم ايه قال لله في أيام دهركم لنفحات نفحات في ايه نفحات في الصحة نفحات في نفحات في العقل نفحات في نفحات في القيم نفحات في الكرامة والعيش والمجتمع ونفحات كمان في ايه في الرزق والمال الحديث ده بيقول لنا كده كمان حضرت النبي بيقول لنا ايه ايه اللي حاصل حياتكم اوسع مما تتخيلون وعشان كده اغتنم في ايه اللي هيحصل فهتجد وكأنك اذا اغتنم هيحصل لك ايه وعشان نبقى فقر غنيمة غنيمة يعني زيادة يعني انت نجوت ومش بس النجاة لا وغنمت ده حاجة زيادة بقى على هيئة ولئن شكرتم لأزيد انكم يعني دي زيادة الغنيمة دي ما زادة عن الحاجة طب تب ايه اللي حاصل وهنا لما ندخل عشرين تلاتة وعشرين يبقى احنا محتاجين ايه بقى محتاجين حاجة مهمة اوي محتاجين اول حاجة الشباب قبل الهرم طب يعني ايه الشباب قبل الهرم ايه ده ده بيكلمنا على فكرة الشباب هنا يعني ايه يعني الطاقة يعني القدرة يعني العقل يعني الحركة يعني الثقافة ايه ده يعني اختنب شبابك قبل الهرم اختنب الفاعلية وهنا وكأنه بيكلمنا عن مجال التعليم والثقافة يعني اتعلم وما تلتفتش لمغرايات الحياة لانك انت لو لتفت لمغرايات الحياة هتيجي لما تيجي تتعامل في المستقبل ايه لا يحصل هتلاقي ما عندكش قدرة هو ده اللي بيخلينا نتعلم نحن نتعلم في الشباب ونصن شبابنا بان احنا نتعلم ونتثقف ونطلب الاشياء التي فيها نصل الى ايه نصل الى مراد الله من خلقنا يبقى كإني اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك اتعلم والثقف وحافظ على العقل ايبقى ده المجال التعليم والثقافة طب ليه هنا في الحديث ما بدأش بالنفس ليه ما بدأش بالنفس لان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عندنا ترتيب المقاصد حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ الايه حفظ الكرامة والعرض وبعدين حفظ المال طب ليه هنا بدأ وكأنه بيشاور على حفظ الايه على حفظ العقل لانه كان يعيزه فلازم يبتدي بيعامل مدخل العقل ايه اللي حاصل انت دلوقتي جاي وبتطلب نصحتي فاول حاجة اكلمك عن العقل خذ من شبابك ليه قبل هرمك طيب بعد كده ايه واختنم صحتك قبل ايه قبل سقمك طب صحتك قبل سقمك يعني ايه بيكلموا على مجال الايه صحة خذ من صحتك قبل هرمك ما تشملش بس ان انت تطب بنفسك ان انت ما تقعش يعني صحتك قبل هرمك يعني صحتك قبل قبل سقمك فيها ان انت تاكل اكل صحي اختنم ده اختنم ان انت تأخذ وجسمك يتعود على العافية ولذلك نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فلذلك ايه اللي حاصل انت لازم تاخذ من صحتك قبل سقمك حتى لو كان السقم ده بتقدم العمر فتعمل ايه فتهتم بصحتك وعلى فكرة الصحة هنا مش المقصود بس الصحة الجسدية لكن كمان الصحة النفسية فخذ من الان وانت في الساعة ما تحفظ بها على ماذا على اتزانك النفسي واخذ ايضا ما تحفظ به على سمودك النفسي فتكون صامد وكون ماذا قلبك ليس مريضة نفسك ليست مريضة يبقى ايه اللي حاصل يبقى هنا هنيجي نبص الحاجة تانية خالص يبقى هذا المجال التاني مجال الصحة يبقى الأولاني كان مجال الايه مجال الثقافة والعلم والمعرفة طيب والمجال التاني مجال الصحة وايه والصحة بمعنايها الصحة الجسدية والصحة النفسية وبعد كده قال له ايه واخذ من غناكة قبل فقرق ما احنا في المسير ده محتاجين ايه محتاجين امكانيات وساعتها ان يبقى ايه الكلام عن ماذا عن استثمار الموارد وان الانسان دائما لا يقع فيما يسمى بإضاعة المال حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم ماذا قال نعا قيل وقال لاحظ برضو في نفس الحديث ده قيل وقال العقل تحافظ على العقل وكثرت السؤال القلب يبقى يبقى متزم ما يشتتش نفسه وإضاعة المال وكان للانسان اذا قيل وقال وكثرت السؤال هيقع في إضاعة المال ايه ده الحديث منور قوي فيه انوار وليس لدوة احنا لسه حتى الان بس بنكشف عن بعض اسرار هذا الحديث يبقى خذ كمان من ايه من غناكة لفقر كل ذاك رسول اللي صلى الله عليه وسلم كان يدخل قوت سنته حضرت النبي كان يدخل ايه قوت سنته تطبيق عملي لأخذه من غناه لفقر وعشان كده إلا حاصل الانسان اللي بيأخذ من غناه لفقر وبيحسب الامور الامور بيذوق على حلاوة نعمة الله سبحانه وتعالى والذلك ليس الغنى بكثرة العرض ولكن غنى غنى النفس يبقى هنا يدخل بقى باب الرضا ان انت لن تستطيع ان تكون مستغنيا الا اذا كنت راضيا يبقى حاجة هنا مهمة جدا 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 واخذ من غناك لفقر يبقى إلا حاصل طب ورابع حاجة من فراغك لشغلك طب وفراغ والشغل ده ده ماله ده فراغ والشغل ده ماله بالمقاصة الخمسة قال له آه ما الفراغ لما تاخده ده ده اللي انت بتعيش فيه في نعمة تانية من نعم الله سبحانه وتعالى اللي انت بتعيش فيه ايه بقى بتعيش في كرامتك تاخد الفراغ ده وتحافظ على علاقاتك تاخد من فراغك لشغلك فتصون علاقاتك مع الناس ايه ده تمود الله يحافظ على كرامتك ويحافظ على عرضك ان انت توسع علاقاتك بشكل محترم وبشكل رائع ولزايك شوف الفراغ بقى لما احنا خدناه وانفقناه في السوشيال ميديا عمل ايه عمل فجوة وفرقة ما بين الاهل وما بين الناس لأن الناس بقت تزور بعض ولا الناس بتحس ببعض والعلاقات بقت تفسد والعلاقات بقت هشة والعلاقات بقت بالعكس السوشيال ميديا ده عمل ساكند لايف ناس عايشين في عالم موازي مش عايشين في العالم الحقيقي واصبحت الصداقة بتكون بالأدد مش بتكون بيء المقابلة والعاطفة والاقبال فيه اللي حاصل فبقى الفراغ عميق في الناس فهو ما اخذت من فراغه لشغلي بل أسرف في هذا الفراغ فتقطعت العلاقات وتفتت المجتمع وبقى المجتمع هو مجتمع السوشيال ميديا مش مجتمع حقيقي فياما ناس بتضيع كرمتهم بإشاعة وياما ناس بتضيع حياتهم بإشاعة وتفسد علاقتهم بإشاعة ولا تفسد علاقتهم بنصيحة من غير متقصص فالحياة كلها تهيج وتقوم الحقيقة يا سادة ان الفراغ ده لما الانسان بيضيعه بيضيع كرمته ولما الانسان يسرف في فراغه بتضيع حياته كلها لكن شوف بقى كمان يبقى هو ده المقصد مقصد حفظ حفظ الأرض والكرام لكن كمان عندنا المقصد الأخير وهو مقصد حفظ الدين طب ليه جيه في الآخر وقال له خذ من حياتك لموتك ولذلك الكيس مندان نفسه وعملا لمن بعد الموت وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أيوة كده خل حياتك كلها مع الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ أيوة صحة يبقى أخذ حياتك دي واجعل حياتك طاعة اجعل المنة والنعمة لربنا منة عليك بيها في حياتك دي وخليها لله ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته عبدا أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي أيوة ومَحْيَا يَوَمَاتِي يبقى خلاص فهمت أنا دلوقتي فهمت إنه هو هنا هو ده الدين الدين إن أنا تبقى حياتي ومماتي لله رب العالمين يبقى كده كمان الحديث بيؤمرني ده إن أنا إزاي أحافظ على ديني يبقى علمني إزاي أحافظ على عقلي لما قال لي خذ من شبابك ليه لهرمك فعلمني إن أنا ماذا أتسقف وأتعلم أنا قادر أروح واجي وأستفيد خلاص وخذ من صحتك لماذا لسقمك فإيه اللي حاصل أأخذ من صحتك قبل إيه قبل سقمي فإيه اللي حاصل فاروح أحافظ على جسدي وأكل أكل صحي وأتريض وإيه اللي حاصل وكمان أحافظ على منعتي النفسية زي ما حافظ على منعتي الجسدية عشان قبل ما يجيل المرض وكمان أخذ من غناية قبل فقري يعني إيه أخذ من غناية قبل فقري أحافظ على موردي واستسمر موردي عشان أستطيع أن أنا أحيا حياة كريمة فبالت قلت أن أنا أعيش حياة كريمة هايجي بقى إيه وخذ من فراغك قبل شغلك أهتم بالعلاقات وأصنها عشان تبقى علاقاتي متينة وتبقى حياتي راقية وفي الأخذ خالص خذ من حياتك خذ حياتك قبل موتك يعني استسمر حياتك في أن تكون في عبادة الله على هيئة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله رب العالمين يبقى تعيش عبد في كل أرجاء حياتك وتبقى حياتك دي عبارة عن مسجد كبير مسجد كبير زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا إيه وهو بيعلمنا أن إحنا عندنا مسجدين مسجد أصغر ومسجد أكبر مسجد الأصغر هو المسجد الذي نصلي فيه ولكن رسول الله عليه وسلم علمنا أن فيه مسجد أكبر اللي هي الحياة فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض مسجدا وتربطها طهورة يعني جعلت لي الأرض مسجدا يعني أنا هصلي في كل شيء أنا وأتكلم معكم دلوقتي أنا بأخبل على الله سبحانه وتعالى وأصلي فأخذ من حياتي أجعل كل أعمالي أعمال عبدي لله أعمال عبودية فأنتقل من العبادة إلى التعبد إلى العبودية وتبقى كل حياتي كلها لله ويبقى كل سيري لله سبحانه وتعالى لسه هنفضل نتكلم على حياتنا وإزاي حياتنا تكون فيه هذا المعنى الجميل إلا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيّنهن لما قلنا هذا الحديث المبارك إلا هيفضل يفتح لنا أبواب الحياة وعنفضل نعيش معاه اغتنم خمسا قبل خمسا شبابك قبل هرمك يبقى دوة كلام على ببساطة خالص عن العقل عن حفظ العقل وصحتك قبل صقمك ده كلام عن حفظ النفس وغناك قبل فقرك كلام عن حفظ المال وفراغك قبل شغلك كلام عن حفظ العرض والكرامة وحياتك قبل موتك ده كلام عن حفظ الدين أنا أقول لكم شوية إجراءات تعملوها في أول هذا العام الجديد بهذه الخمسة على طول ببساطة ابدأ مباشرة واختار جملة من الكتب تقرأها اختار جملة من الكتب تقرأها هذه السنة أو جملة من الأشياء تتعلمها في هذه السنة إذا كنت أنت عايز ماذا تستثمر شبابك قبل هرمك عشان تنمي عقلك اختار أشياء تتعرف عليها واختار الأشياء التي تتعرف عليها دي وليكن تلت كتب أو تلت معارف حاجة في العلاقات وحاجة في العمل وحاجة كمان في علاقتك بربنا بشكل واضح واخذ كمان من صحاتك قبل ايه قبل هرمك ابتدي على طول رياضة اي رياضة تعملها عشان مش بس جسمك يبقى كويس مش عشان جسمك يبقى منحوط لا ابتدي انت رياضة وابتدي هو رياضة عشان تدب العفية فيك وخلي الرياضة وانت بتعمل الرياضة خلي الرياضة تبني فيك معنى يعني لما تتريد انت بتتريد فكر فلما تفكر تحس ان الرياضة مش جاي عشان تبدد همومك لكن جاي عشان تبني فيك ان انت قادر تفكر وانت بتتحرك يبقى داني حاجة على طول روح اختار رياضة واعملها عشان صحتك قبل ايه قبل سقمك كمان ادخل كمان على كمان غناك يعني كمان غناك قبل فقرك على طول فكر في باب جديد من ابواب الرزق باب جديد من ابواب الكسب ويريت الباب الجديد من ابواب الكسب ده يكون من الحاجات اللي انت بتتقنها او من الهوايات اللي انت بتحبها فكر السنة دي ان انت هتحول هواية من هواياتك الى مصدر مصدر رزق إجراء الرابع خذ كمان إيه اللي حاصل خذ من فراغك قبل شغلك على طول حاول تعيد مرة تانية صياغة الأوقات اللي أنت بتقضيها مع السوشيال ميديا لا تقضي أكثر من ساعة في الـ 24 ساعة واللي خصمت من الوقت اللي أنت كنت بتعود في السوشيال ميديا ارجع تاني خليه في العلاقات المباشرة ما بينك وبين الناس اتصل بأحبابك حاول تقول كلام حلو للناس شجع ناس محتاجين تشجيعك وكمان آخر حاجة حاول تعرف أنت إيه اللي مقافك في الإقبال على الله واخد قرار أن أنت على الأقل تعمل ثلاث حاجات عشان تصلح العلاقة وتاخد من حياتك قبل موتك أول حاجة لازم يبقى لك خلوة مع الله تاني حاجة ببساطة لازم تزيد من النوافل تالت حاجة لازم يبقى فيه وقت خاص تدعو الله سبحانه تعالى فيه إنه يفتح عليك الأبواب ويرزقك لو عملت الحاجات دي هيبقى سنتك سنة سعيدة وفعلاً هتكون من أهل الغنيمة الغنيمة الكبرى ومدد الله وفتحه وتوفيقه لو عايز السنة دي يتكتب عليها إن فتحنا لك فتحاً مبينا اختنم خمساً قبل خمس ربنا يفتح عليك ويكرمك وكمان يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه يا رب كرمنا وافتح علينا من مددك ورزقنا يا ربنا بما رزقت به أحبابك وأوليائك وأصفيائك واجعلنا يا رب من المقربين واجعلنا من الغانمين في كل وقت وحي فاصل ونرجع نيابل حضراتكم مرة تانية عشان نستمتع بأسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره وده وقتها لأن احنا بنتلقى أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة اللي بتوصل لنا وبتبقى نفحة من ربنا سبحانه وتعالى ويبقى واصل من النور وعشان كده نخصص لها الوقت النهاردة وناخد أول سؤال وصلنا بيقول ممكن تتكلم عن الزوجة والزوج اللي مسافر وبعده عمل لها مشاكل نفسية والله عندك حق كل الناس عارفين بعد الزوجة عن الزوجة هو في الحقيقة بعد الأمان وكثير من الأزواج بيبقى عندهم شوية افتراضات كده إن الزوجة إيه اللي حاصل عشان هي مقدرة العلة والسبب اللي من أجله سافر الزوج وليكن مسافر عشان يوفر لهم مصادر يعيشوا بيها عيشة كريمة عيشة مريحة عيشة آمنة فهو متصور إن ده يشبع الزوجة لا الزوجة بتبقى ممزقة في بعض الأحيين ما بين احتياجاتها واحتياجات أسرتها وبعدين وبين احتياجها الباطني إلى زوج هي تحس معها بالأمان فبيبقى ده بيبقى قاسي عليها ولذلك بيبقى مهم جدا 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 إن احنا نعرف بشكل واضح هو احنا نقدر نصبر على ده ولا لأ ولذلك أنا بقول للأزواج لو أي حد زوجته قالت له أنا مش هقدر أستحمل بعدك عني ما تسافرش وجودك جنبها أهم من الفلوس اللي هتجيبها لأن الفلوس اللي هتجيبها في الغالب مش هتقدر تتعود هذه الفجوة اللي في نفسها ولذلك سيدنا عمر لما لقى المرأة بتبكي وبتشتكي وسمع صوتها وبيتفقد الناس راح سأل بنته الست ممكن تقدر تصبر قد إيه بعيدة عن زوجها قالت له ستشهر أنا عرف ناس بيجون في اللشهات الزواجي الزوج قعد ثلاث سنين وأربع سنين ما ينزلش لضم كورونا في بعد كده في المشاغل في الأزمة الاقتصادية فتاحت منهم فتاحت منهم العلاقة بقوا جرائياً كل واحد فيهم عايش كأنه عازب وهي طبعاً الأدوار اتلغبطت عندها فبقى تقوم بدور الراجل وتقوم بدور الست ودوة أنا آسف يعني إذا كان حضرة النبي تعالوا بس نتأمل تأمل بسيط كده إذا كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خوالكم إخوانكم يعني الناس اللي بيساعدوكم في البيت يعني معاونوا الخدمة دولة اللي بيساعدوكم في البيوت دولة إخوانكم فإذا كلفتموهم فلا تكلفهم ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في معاون الخدمة اللي هو في الأخ الخالص آل يا علاق بيه والشفقة والرحمة وكده إن أنا أعونه على اللي هو بيتحمله فما بالك بزوجتك لا كمان أنا كمان عايز أقول كمان فما بالك بزوجك أصلا هو كمان بيتعذب وتعبان في الغربة وعشان كده أنا بقول لازم نقيس مسألة الاغتراب من قياس دقيق لأن الشكاوى اللي بتجينا من نتائج الاغتراب يعني شكاوى موجعة فيها شكاوى بتقول بشكل واضح إن هذه الأموال ملعونة لأنها عملت إيه أخذت حب زوجي من قلبي أنا الراب تنساه الأسوأ من كده بقى لما بيرجع الزوج بقى بيرجع الزوج عشان يسترد دوره كأب بس لما بيرجع عشان يسترد دوره كأب بكل الأسف أولاد كبره ومش نافع إن هو يبقى أب مش نافع ليه؟ لأنه دلوقتي يدوره إن هو يبقى مستشار فييجي يعمل شوية تصرفات الأولاد كلها مش قابلنا فأنا النصحتي أنا تكلمتي زي ما صاحب السؤال وصاحبت السؤال بخبرتي الشديدة واللي أنا بشوفها كل يوم في مجالس وجلسات الإرشاد الزواجي لو سمحتهم بدقة إيه سوء تمن الغربة عايز تسافر؟ أنا بقولك أفضل سفر سافر إنت وأسرتك لأن اللي إنت هتحاول تيجي تصلحه لما يحصل أزمة الاغتراب ممكن ياخد حاجات كتيرة وتحس إن عمرك راح وإنت للأسف فقدت حاجات كتيرة في حياتك دي نصحتي وبقولها بكل إخلاص بقولها بكل وضوح وبقولها بكل تجربة شفتها حد يجي يقول لي طبعا نعمل إيه في الظرف الاقتصادي ومحتاجين فلوس أيوه وازن حاول إن أنت بقدر الإمكان تكون معاك شريكة حياتك يكون معاك أولادك عشان تقدر تقوم موما ينفعش إن أنت عشان تجيب الفلوس تفسد الأسرة لازم الاتنين يكونوا في حالة اتزان وربنا سبحانه وتعالى لو علم فيك خيرا لوفقك ويسر لك الأمر كن جاد وصادق في ده وربنا سبحانه وتعالى هيسر الأمور كلها السؤال التاني بيقول لي يا شيخ يا شيخنا جوزي كان نادر خروف لبنتنا بس حصل إنه كان سافر ورجع وخسرنا فلوسنا وأنا قلت حاجة والله العظيم ما مرتب الأسئة سافر ورجع وخسرنا فلوسنا تبدأوا ليل؟ لا كتير يا شيخنا جوزي كان نادر خروف لبنتنا بس حصل إنه كان سافر ورجع وخسرنا فلوسنا وخسرنا فلوسنا كتير فل بييجي يدوب بيكف يومنا وفي الغالة ده مش عارفين نوفي بيه في حضراتك شايف نعمل إيه؟ أنا شايف في الوقت اللي احنا فيه ده لازم الواحد يطلع الحاجات المركونة في حياته يعني إيه الحاجات المركونة في حياته؟ يعني يبتدي يفكر في الأشياء اللي ممكن كان يعملها وتضر عليه أشكال من أشكال الربح وأشكال من أشكال الكسب يعني لازم نوسع مساحة الكسب في حياتنا ولازم الواحد فينا يعمل أعمال متعددة وخليوا بالكم دي مش إهانة في بعض الناس لما تتصور إنه لما تشتغل كتير ده يعد إهانة أنا عندي شغلانة واحدة اللي أنا بتعرف بيها واللي بتكتب في البطاقة الحقيقة مش عيب إن أنت يبقى عندك شغلانتين وما فيش مشاكل إن الشغلانة التانية أو الشغلانة الأخرى تكون شغلانة شريفة وبتفتح لك باب من أبواب الرزق حتى لو كانت الشغلانة دي مش متناسبة مع الشهادة اللي أنت واخدها ليه؟ لأن في الحقيقة أنا شفت ناس أنا باحترمهم ومحترم بالغ لأن هما ناس عندهم اتزان نفسي إيه اللي حاصل؟ فتحوا أبواب من الكسب وربنا سبحانه وتعالى خليهم يتجاوزوا خسارتهم وبدأوا يكونوا أموال وابتدوا راوند تاني وابتدوا مرحلة تانية من حياته ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم طبعاً إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله الله سبحانه وتعالى كريم ودود خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار إنما الواحد يقول أنا خلاص انتهيت وتكسرت وخلاص كان في فرصة لما كنت أظهر من كده أنا كنت ممكن أقدر أبزل وأعمل اللي أنت بتقولوه عليه دا كان زمان من عشرين سنة ولا خمستاشر سنة إيه اللي يمنع أنت تعمل دا دلوقتي هو أنت خلاص خلاص حجرت على فضل ربنا سبحانه وتعالى اتقدم واشتغل وربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار والله سبحانه وتعالى مدده لا ينقطع كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فأنا نصحتي وسع مصادر دخلك أنا لا أحب في الأزمات إن احنا نعمل إيه نضيق على نفسنا لكن أحب في الأزمات إن احنا نعمل إيه نوسع مصادر دخلنا آه صحيح في الأزمات على الرشد بس الترشيد دا ما يوصلش لحد ما الناس تحس إن الترشيد دا تأفقدهم حياته نرشد نرشد آه لكن ليس معنى الترشيد وهدم ما بنيناه ولكن الترشيد معناه أن نتخلص من الأشياء الهامشية والأشياء الثانوية ونبقى على أصول الحياة فده رأيي اللي يتعمل في الوقت دا السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم من فضلك يا شيخ أنا بحمل وكل ما يحصل حمل البيبي النبض بيقف ويتوفى اتنين النبض وقف في الشهر الثالث واتنين النبض وقف في الشهر السادس عملت أشعاته تحليل والدكتور بيقول ما فيش مشاكل صحية ولا عندي ولا عندي جوزي في ناس بتقول لي ممكن يكون عندك مشكلة وعاوزة شيخ تتعلجي عنده ومشاكل بيعالجه شيخ تتعلجي عنده هل فعلا يكون دا دي المشكلة أرجو الرد وممكن لو سمحت تدعيلي ربنا يفتح عليك ويطمن قلبك ويجمع عليك الخيرة من أطرافي ويجعل جسدك الطهر محل لتنزلات الفضل والنعمة والبركة ويبسر لك أمرك ويجمع لك ويحقق لك مرادك مع السلامة والعافية والمصافة والراحة يا رب العالمين وشرح الصد الكلام اللي بتقال دا هو كلام مليان أشياء ممكن تفسد الحياة ما لمشايخ بالعلاج مشايخ ما بيعالجوش ما فيش مشايخ هل ما لهمش اللعب بالعلاج العلاج معناه استخدام بعض الأمور التي تتعلق بالأدوية ودي بيتعملوا الأطباء فهم ما بيعالجوش ما بيطببوش المشايخ ما بيطببوش الطب دلوقتي شغلة الأطباء مش شغلة المشايخ شغلة المشايخ إن هم يكلموك عن حياتك وعلاقتها بمولاك سبحانه تعالى شغلة المشايخ إن هم يدلوك على أفضل طريقة عشان أنت تبتهجي وتعيشي حياتك في سعادة وفي استقرار وفي اتزان وفي صمود فأنا نصحتي الاستمرار في مسألة العلاج ونبتعد تماماً عن فكرة المشايخ اللي بيعالجو ليه طيب هو مش القرآن فيه شفاء آه نعم شفاء لي ما في الصدور فقرأي القرآن وتوكلي على الرحمن وعلمي أن الله سبحانه تعالى لا يمنع عنك عطاءاً ولا مدداً ولا ولن يمنع عليك أي حنان فاستمري مع الله سبحانه تعالى وأنا دعيت لك وإن شاء الله سبحانه تعالى استمري على سنة الدعاء افضل ادعي ربنا سبحانه تعالى ادعي ربنا سبحانه تعالى في كل سجدة من سجدات صلاتك إن ربنا يمن عليك وادعي ربنا سبحانه تعالى في السلس الأخير من الليل ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويفتح عليك انا دعيت لك زي ما طلبتي وكملي ان شاء الله في سنة الدعاء وربنا ان شاء الله يفتح عليك السؤال اللي بعد كده بيقول نعمل ايه علشان المشاكل في حياتي بيني وبين زوجتي وام يا سيدي يكون حمامة سلام عليك ان انت تصلح ما بينهم تعد تعمل ثلاث حاجات اول حاجة تنقل كلام طيب لزوجتك من امك وتنقل كلام طيب لامك من زوجتك حتى لو الكلام ده مش موجود لان دوت ربنا سبحانه وتعالى يكتبه في ميزان حسناتك ايه اللي حاصل ما تحاولش تتمشي ولا تهويلي مشاعر وما تحاولش تتعامل مع زوجتك على ان هي شوية نصايح دقيقة واتتعامل مع زوجتك على ان هي لازم تتعامل مع امها زوجتك مش شايفة والدتك امي ليها هي شايفها امرأة زي ما هي امرأة فما تقارنش بين بين اللي اتنين ولكن لا تقارن امك بزوجتك ولا تقارن زوجتك بامك اعمل ايه قول لهم كلام حلو عن بعض وحاول دايما تتكلم معاهم بشيء من الحكمة ما تحاولش تقول لحد انت غلطان لكن قول له ده رأيك لكن ممكن يكون فيه رأي تاني وخلي رأي والدتك وخلي رأي زوجتك هو رأي يجمعهم ما يفرقهمش وخلي دايما بصت وانت بتتعامل معهم على المساحة المشتركة في كلامهم انت اه اللي انت بتقوليه صح ان بيتنا لازم يبقى مستقل وانت يا مامتي اللي بتقوليه صح ان احنا لازم نحافظ على مصلحتنا فايه رأيك ان احنا فيه جزء نشورك فيه بس فيه جزء خاص ومنقدرش نتعداه والخصوصية الزوجية ركن من اركان الحياة خلينا دايما كده نكون حكماء وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ربنا يلهمك الحكمة وان شاء الله لو عملت التلات حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول هتكون ربنا سبحانه وتعالى كتب لك السبب من اسباب راحة البال وانشراحة الصدر وكمان التقريب ما بين قلبين لو انهم اجتمعوا هيشوفوا نور وبركة وفتح من الله سبحانه وتعالى يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حديث من اكثر حديث رسول الله سلم فتحا لأبواب الحكم و من اكثر حديث رسول الله سلم جلبا للسعادة ازاي الانسان يستطيع يخلي كل مجالات حياته من الكلام عن النفس والكلام عن العقل والكلام عن الدين والكلام كمان على العرض والكرامة والكلام عن حفظ المال ازاي ده كله يكون في مرضات الله سبحانه وتعالى وزاي يكون ده كله بعيش فيه تحت عنوان انا غريق النعم فساعيش في حضرتي ذو الحب و ذو الكرم مولانا سبحانه وتعالى اكرمنا ومازال يكرمنا وخزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار فقوموا واغتنموا فإن الله سبحانه وتعالى ينزل من خزائنه في كل ساعة في كل نفس في كل لحظة وإن لله في أيام دهركم لنفحات فاختنموها في هذه الخمس اغتنموها في الشباب اغتنموها في الصحة اغتنموها في الفراغ اغتنموها في الغنى واختنموها في الحياة يا رب اجعلنا من أهل الحكمة ومن أهل الرشد في كل نفس من أنفاسنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين